يستحيل على أي محلل سياسي مهما كانت نباهته أن يستوعب حجم التداخل المهامي الحاصل بين الوزاراء في حكومات الجزائرية المتعاقبة فيحدث أن يحشر عضو جهاز تنفيذي نفسه في شؤون لا تمت بسرع لدائرته الوزارية تاركاً المجال مفتوحاً لزمنائه لتدخلوا في قطاعه شرع عبدالقاد المساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في زيارة رسمية إلى موسكو سيتشاور من خلالها مع مسؤولينا الروس حول قضايا استراتيجية رغم أن دائرة اختصاص معاليه واضحة من تسمية وزارته ومحصورة في أقليم جغرافي محدد المفارقة أن رمطان العمامر وزير الشؤون الخارجية والتعامل الدولي بقي في الجزائر وكلف باستقبال ممثل وزير الشؤون الخارجي الصيني لأن التعديل الوزاري ما قبل الأخير لم يحدد إلى الآن متى تنتهي مهامه وتبدأ صلاحيات زميله مساهل التداخل الحاصل بين مهام الوزارة قد يتحول إلى خصومات شخصية كما قد تطور إلى حرب تصريحات كما حدث بين وزير التعليم العالي السابق محمد ميباركي ووزير التربية نوريا بن غبريط بسبب تصريحات الأخيرة حول مشاركة طلبة الأنمدي في مسابقة توضيف الأساتذة تضارب صلاحيات الوزارة ليستدناء فكتلنما سجلنا حشر الرجال أعمال أنفسهم في قضايا أبعد ما تكون عن صناع والاستثمار المنتدى رأساء المؤسسات لا يجد حرجا في الحديث على قطاع التربية والصحة وحتى حضور ندوات الدبلوماسية في بلد لا يؤمن بمفهوم الاختصاص ترجمة نانسي قنقر